هذا هو حق للشعب للتظاهر والاحتجاج والتعبير على الانتقاد ومن واجبنا نحن الاستجابة لهذه المطالب وحماية المتظاهرين حق لم ينله الليبيون فبعد أن فشل الرصاص وحملات الاعتقال بتحجيم التظاهرات المنددة بالفساد والاحتلال التركي ونهب مقدرات البلاد انقلبت حكومة الوفاق وغيرت لهجتها فأصبحت الاحتجاجات الشعبية تحركها اياد خفية ومال فاسد وهو ما يدعم زخمها يوما بعد اخر فبعد وصول الغضب الشعبي الى عقر دار السراج ومحاصرة المحتجين لمقر سكنه بشعار ومطلب واحد وهو اسقاط النظام والمطالبة برحيله تبدلت ادعاءات الدولة المدنية والحق المشروع وفرض حظر التجول الكامل لمدة اربعة ايام في محاولة لكبح جماح الاحتجاجات والتظاهرات حظر لم يأبه به المتظاهرون فهم يواجهون الرصاص وداخلية الوفاق تتنصل من مسؤولياتها سواء في حمايتهم او الاعتداء عليهم الذي اتهمت به عناصر مندسة وكأنها لا تعرفهم وليسوا ضمن قواتها واذا كانت داخلية الوفاق لا تعرفهم فحراك الشباب اكد ان من فتح النار عليهم ميليشيات النواصي وباب تاجوراء والردع فيما هرعت مخابرات اردوغان لانقاذ من فتح لها ابواب خزائن البلاد واوعزت لقادة الميليشيات بمحاولة اختراق الحراك الشعبي وتحويل مسار المطالب والشعارات المرفوعة ضد الاحتلال التركي والسراج مع مطالبة الاخير بسرعة تنفيذ تعديلاته التي وعد بها وعلى الرغم من فرض حظر التجول وقمع وخطف الميليشيات والمرتزقة للشباب الغاضب والاغلاق الكامل لشوارع طرابلس الرئيسة ما يزال الصوت الليبي الباحث عن حقوقه في حياة كريمة عاليا والمشاهد المستفزة بسيطرة مرتزقة جلبهم محتل الى البلاد ينهب خيراتها على الملأ تنذر بموجة غضب عارمة لها ما بعدها